تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 822 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 239 طن وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 51 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي تمضبط 164 طن أما في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تمضبط 14 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 10 أطنان من الأسمند وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 978 قضية من بينها 217 قضية خبز ناقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغة أكثر من 367 طن